بسم الله الرحمن الرحيم وهذا جبل حومل المشهور وهو من جبال جزيرة المعروفة وهذا المنظر السور في يوم 15 أربعة ألف وعلى أربعة ثلاثة هجرة وهو من القرى من جبل المنخرة وهذه الجبال المشهورة شرق جبل الصاقب وهذه المناظر في الجهرة وتبعد عرني شرقا بميقار 150 كيلو مع تحيات حامر محمد ولا يفوتنا الشكر لله أولا وآخرا ثم للأخوين محمد بن محسن وسعد بن محسن وهذا الجبل الشامخ حومل من الجبال المعروفة لدى العرب وقد ورد ذكره في بعض الأشعار العربية وبعض الكتب التاريخية وأسأل عز وجل أن يغيث هذه الديار بالمطار ويغيث قلوبنا بالإيمان وأسأل عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان جبل حومل هذا الجبل الشامخ سبحانه من نصب هذا الجبل وسبحان من رفع هذه السماع وسبحان من بسط هذه الأرض وسبحان من كون هذه الأكوان ونتذكر قول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماع كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر صدق الله العظيم وهذه الجبال حينما يراها الإنسان يتذكر قول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سجنة هذه المادة في يوم 15 أربعة ألف ورمع ثلاثة هجرة مع تحيات حيام الحماد الجوفراء شارق رانيا وفي الختام أشكر الله ثم الأخ محمد المحسن الأخ السعيد المحسن الذي أتوبنا إلى هذه الديارة الجميلة وأسأل عز وجل يحفظنا ويحفظ بلادنا إنه على كل شيء قدير